في حضرة هذه الأمكنة الريفية في شمال لبنان يمكنك فاهم خيار جيسيكا حكيم الشابة العشرينية التي رجعت إلى قريتها عرطز وهي تحمل مشروعاً سمته زروع أنا خرجت محاسبة وكتشتغل محاسبة وقررت أرجع هالضايعة الحلوة وأعمل مشروع زراعي بيخدم بيقته عبر استعماله الواح مصنوعة من إعادة تدوير البلاستيك فكانت تجربة كتير حلوة كون أنه أنا بحب عيشة الطبيعة وبحب الأكتر ضيقتي تتركز زراعات جيسيكا حالياً على الحشائش وتعتمد النسق العمودي الذي يوفر المساحة والماء أنا مشروعي بركز كل شيء على القصص الجرين أو الحشائش والخاس فعملت مساكة بالأرض تأزرع حشائش بميز نامة الزراع طبيعي أنه مية بالمية طبيعية وأورغانيك عضوية هذا البيت العتيق شكل نقطة انطلاق جيسيكا إلى عالم الزراعة ومتفرعاته تحافظ على موجوداته وتحضر فيه المونة بحسب المواسم وجناها عندي بيت قديم عمره أكتر من 200 سنة كان عايش فيه جده لبيه فبيحمل كثير زكريات قديمة وبيحمل محطات كمان بتفسرنا وبيوضح لنا أنه كيف كان الجيل القديم عايش بهالنمط هالبيت يلي بيشبه الحقلة وبيشبه هالضايعة القديمة لأنني رجعت على الضايعة وحبيت أكتر أن أتعرف كيف كانوا يعملوا مونة بالضايعة هلأ حاليا المونة تابعنا حسب مواسم الضايعة مثل هلأ فيه مثلا العريش ناموا الورق العريش المقبوس الزعتر من قطف الزعتر البري قد يكون مشروع زروع هو اللبنة الأولى لمسار شبابي بي إي بدأ يشق طريقة في عرطز وتشكل جاسيكا فيه العنصر الفاعل من خلال عشقها لقريتها وإيمانها بمفهوم تنمية الريف على أيدي فئاته الشابة هذا المشروع هو أول خطوة من ألف ميل تحمسوا شباب الضايعة وقررنا أن نقلوا بالضايعة لضايعة نموذجية حاملة رسالة بيئية بامتياز فاستحصلنا على مستوعبات لفرز النفايات الصلبة كأول خطوة من خطتنا وهيك نحن نحاول ضايعتنا لصفر نفايات الكل بيفكر أنه مجرد ما أنا خطيت هالخطوة أنه أنا رجعت على الضايعة هو أنا قدت من يمكن من عمري أو من هالعمر الشباب خلينا كلنا نفهم ونوصل هالرسالة كتير مهمة أنه ضيانة وريفنا بحاجة لقلنا ولسقفتنا ولروحنا ولشبابنا تكرميل تتطور فبالعكس لبل هي إضافة لقلي وللضايعة مش اخسارة تعطي جاسيكا حكيم قيمة كبيرة لقريتها وتقدم إليها العمر والشعور الجميلين والتعب الذي يتحول إلى راحة وهناء في كنفي هذه الأرض ترجمة نانسي قنقر